الحقيقة طلع كلام النهاردة لوزير الدفاع بصوا الكلام مقبول جدا مقبول على الناحيتين وده انا شايفه انه من التصريحات برضو اللي موقع كنت سمعتها مثلا من قبل 36 سمعت السيسي بيقول كده اللي سمعتها من طنطاوي قبل ما يمشي حسن مبارك نفس الحكاية النهاردة خبر وتصريح مقصود للرأي العام لانه وزير الدفاع بيلتقي كل يوم قيادات الجيش وما بيطلعش كل يوم تصريح النهاردة طلع تصريح على اساس انه عمل لقاء مع قوات المظلات والصعقة وقال كلام مهم جدا 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 قال انه مصر او الجيش المصري على قلب رجل واحد وانه خلي بالكم الكلام ده المهم لانه اكيد بيبقى محسوب حسابات دقيقة ان الجيش المصري سي يعني يفضل المصلحة العليا للوطن قال كده نصا لو قريته الخبر جوه هتلاقوا بيتكلم على ان الجيش المصري سيفضل المصلحة العليا للوطن المصلحة العليا للوطن في ايه بقاه؟ هل المصلحة العليا للوطن تقتضي بقاء السيسي في نظام الحكم؟ ولا التغييب عنه؟ تمشي الاثنين بس من وجهة نظرنا كلنا وجهة نظر اي حد عاقل ان المصلحة العليا للوطن ان يجنب من خرب الوطن ومن باع الارض ومن 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 فدي منتش عارف بس ده متوافق مع التصريح كان قاله يوم الجمعة اللي فات يوم الجمعة اللي فات خلي بالك مش من ثلاث سنين محمد زاكي قال يوم الجمعة اللي فات جملة مهمة جدا جدا ان الشعب بصوا قدامكوا اقروا عشان بس انا هصدمك بحاجة تاني دلوقتي وزير الدفاع رجال القوات المسلحة سيظلون جديرين بالثقة التي اولاها لهم الشعب خلي بالك هكرر الجملة دي تاني عشان تلزق في دماغك عشان هقولك حاجة دلوقتي رجاء بقى على صدى البلد لحسن تكون عندنا العالة عند احمد موسى وارفاقه ومصطفى باكري رجال القوات المسلحة سيظلون جديرين بالثقة التي اولاها لهم الشعب خدت بالك بالجملة دي؟ خدت بالك بالجملة دي؟ سيظلون ايه؟ جديرين بالثقة التي اولاهم لهم الشعب مين بقى كتب الجملة دي تاني النهاردة؟ قول انت جملة دي تكتب التاني حرفيا للنهاردة بعد غياب تقريبا سنة على حساب الفريق سامي عنان فريق سامي عنان طلع كتب بصه عشان بس تعرف اقرى 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 وفي الايام القادمة ستؤكد ان ثقة الشعب في جيشي كانت في محلها يعني بس احنا بنرصد احنا بنقولش حاجة احنا بنرصد بس بس تعبير تعبير وزير الدفاع مع تعبير رئيس الاركان السابق المحبوس يتطبقه في اسبوع واحد وانه الجيش المصري هيكون عند ثقة ابناء شعبه ده يحمل معنى مهم جدا ويحمل المعنى اللي بيتكلم فيه محمد علي انه عنده احساس انه كتير من الجيش والشرطة معاكم معاهم ومعانا ومع ربنا كلنا ولكلكم مشوها احساس فهي الامور مشية في الاطار ده اعتقد ان الاطار ده يجب ان احنا نحطه جنب بعضه عشان نشوف الصورة بشكل كيف بس فيه فيه كلام وزير الدفاع بيبلغكم تحيات الرئيس السيسي ما عليش هو لازم طبعا ايه رأيك ولازم طبعا ما حصلتش ايام مبارك ولا ايام مرس لا لازم طبعا لازم طبعا يبلغ لازم يقول كده ولازم يبقى فيه كده ولازم الكلام اللي يحمل المعنىين لانه في النهاية الامر ده ميحسن بعد والجيش لم يقرر موقفه بعد ما اقولتلك تمشي على وشين تمشي على انه منحاز للسيسي او تنشي تنشي على انه منحاز للطرف طب بتفتكر الجيش ما قررش موقفه وليه ما يكونش فيه تقرير موقف فعلا لا الجيش مقرر موقفه انا منتناقش بس عشان ناس ما تقولش ان احنا ايه مقررين ايلي لده بص الجيش مؤكد انه مقرر موقفه او ده سيناريو مثلا شغال الجيش مقرر موقفه بس ما اعلانش على الموقف لكن هو مقرر يعني مش هيفظله ده فاكر تواصلات السيسي معزر الدفاع الأمريكي كانت قد إيه قبل انتلاب ده موضوع تلات شهور قالك تلات شهور بتكلم لا أول جيش بقرر طبعا مختلف طبعا إحنا ما نفتكر هل كان فيه إرهاصات قبل فيديوهات محمد علي والحاجات دي ما كانش فيه أي علامات تدل إن فيه حاجة بتحصل أو فيه حاجة بتتشكل في البلد والله أنا نفتكره لو حد فتاكر يبعث لنا يعني لا ما فيش أي حاجة طبعا غير وفاة مرسي ل Santoوافات مرسي كانت هي حجر الزاوية يعني زي ما أقول كده إغلاق ملف وإغلاق الملف بالكامل بقى يعني موت مرسي كان لحظة مناسبة لإغلاق الملف بوجة نظرهم طبعا ربنا أرحمه واجعله في الشهاداء آمين إغلاق الملف وتسفير العداد دا يعني نصفر العداد من الأول حاشة ومسكين يبدأ من جنيد السيسي يصفر العداد يبدأ لأ مو تسفير العداد دا مش للسيسي تسفير العداد من الأتنين ملف في مرسي للسيس 2011 ولا تلاتين ستة أفن وثلاثتاشر لا حداشر حداشر